ما هو الفعل الذي سيجعلك تتكلم الإسبانية بطلاقة؟ في هذا الدرس عزيز المشاهد سوف نتعلم هذا الفعل الإسباني ومشتقاته إنه فعل جدا مهم في اللغة الإسبانية ونستعمله خصيصا في المحادثة كل يوم عندما نتكلم اللغة الإسبانية لذلك عزيز المشاهد أريد منك أن تشاهد هذا الدرس بالكامل أيضا أريد منك أن تكتب في قسم التعليقات ما رأيك في هذا الدرس هذا الدرس مبسط وسوف تفهمه بكل سهولة لأن طريقتنا بتعليم اللغة الإسبانية هي طريقة جدا سهلة ومبسطة لنبدأ كيف أن أقول في اللغة الإسبانية أنا أتذكر أنا أتذكر فكر جيدا أعطيني الإجابة أحسنت كيف أقول الآن أنا أتذكرك أنا أتذكرك أنا أتذكرك أحسنت كيف أقول في اللغة الإسبانية أنا أتذكرك كيف أقول في اللغة الإسبانية أنا أتذكرك كنت ذكيا جدا ما هو عمالك فكر جيدا أحسنت أيضا أيضا عزيز المشاهد هل تعرف ما هي السينونيم لفعل أن أتذكر غير مأكوردو هناك فعل آخر أيضا يعني أن أتذكر أعطيني الإجابة أحسنت يوريكوردو 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 تعني أيضا يومي أكوردو أنا أتذكر كيف أقول أنا أتذكر ذهابي إلى الشاطئ أنا أتذكر ذهابي إلى الشاطئ فكر جيدا عزيز المشاهد وهنا يجب أن نعرف أن من بعد يوريكوردو لا نضع د ليس كما يومي أكوردو داتي كلا لا أقول يوريكوردو د خطأ أنا أتذكر ذهابي إلى الشاطئ هي يوريكوردو إير على بلايا أنا أتذكر ذهابي إلى الشاطئ يوريكوردو إير على بلايا لم أقول هنا يوريكوردو د إير على بلايا يوريكوردو إير على بلايا الآن كيف أقول أنا أتذكر ذهابي إلى الشاطئ معك شكرا جيدا أحسنت كيف نقولها في اللغة الإسبانية؟ هل تعرف الإجابة عزيز المشاهد؟ لنرى الإجابة سويا أنت تذكرني كيف أقول في اللغة الإسبانية الآن؟ أنت تذكرني بوالدي فكر جيدا العزيز المشاهد أنت تذكرني بوالدي أحسنت أحسنت كيف نقول أنت تذكرني بوالدي كان قويا مثلك كان قويا نقوم بالوصف هنا لذلك يجب علينا أن نعرف أنه سوف نستعمل البرتريتو إمبرفكتو أنت تذكرني بوالدي كان قويا مثلك؟ أحسنت أنت تذكرني بوالدي كان قويا مثلك أنت تذكرني بوالدي كان قويا مثلك أنت تذكرني بوالدي كان قويا مثلك أنت تذكرني بوالدي كان قويا في اللغة الإسبانية الآن؟ كيف أقول في اللغة الإسبانية؟ سوف أذكرك بالذهاب إلى الحلاق؟ فكر جيدا عزيز المشاهد سوف أذكرك بالذهاب إلى الحلاق كيف نقول في اللغة الإسبانية؟ سوف أذكرك بالذهاب إلى الحلاق عليك قص شعرك سوف أذكرك بالذهاب إلى الحلاق عليك قص شعرك فكر جيدا عزيز المشاهد أحسنت تذكرني بوالدي كان قويا في اللغة الإسبانية الآن؟ تذكرني بوالدي كان قويا في اللغة الإسبانية الآن؟ أحسنت كيف أقول لغة الإسبانية الآن؟ لا يوجد فرق لا يوجد فرق ونالك فرق بسيط سوف نراه لاحقا مي أولبيدادو كيف أقول لقد نسيت اسمك؟ إذا كنا نستعمل أولبيدادو نقول أحسنت أحسنت أولبيدادو تنمري أولبيدادو تنمري أولبيدادو تنمري لقد نسيت اسمك أولبيدادو تنمري الآن إذا كنت أقول لقد نسيت اسمك ولكن يجب أن أستعمل مي أولبيدادو راح يزوى الفارق هنا؟ هل تعرف الإجابة؟ أحسنت مي أولبيدادو دي تنمري الكثير من الأساتس لا يعرفون الفارق مي أولبيدادو دي تنمري عليك أن تضع دي إذا كنت تستعمل مي أولبيدادو ولكن إذا كنت تستعمل فقط إي أولبيدادو لا يجب عليك أن تضع دي فقط نضع دي عندما نستعمل مي أولبيدادو دي تنمري لقد نسي تو اسمك مي اي اولبیدادو ده تو نمبر احسان الآن كيف نقول لاتنسا لاتنسا نو البیدس نو البیدس نو البیدس لاتنسا نو البیدس كيف نقول لاتنسا الحلوه نو البیدس الپستر احسان نو البیدس الپستر نو البیدس الپستر نو البیدس الپستر كيف أن أقول لا تنسى الحلوة للوجبة الخفيفة فكر جيدا أحسنت في اللغة الإسبانية هي أعطيني الإجابة أحسنت كيف أن أقول إنسى الآن لا تغضيبني إنسى الآن لا تغضيبني نساه الآن لا تغضيبني أحسنت أحسنت عزيز المشاهدة اشتركوا في القناة